وحشتوني جاهزين لوصفة النهاردة النهاردة هنعمل وصفة جامدة اوي 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 طريقة سهلة وبسيطة بخطوات منظمة هتعجبتكم لانها فيها كل حاجة انتم محتاجة فيها خضار وفيها الدجاج هنعمل معاكو انجرسكم هيلة خطيرة هاتي بقى كيس اسباكتي او اي 400 جرام اسباكتي وتعالي شو بالطريقة دقيقة بسيطة وحلوة اوي الاول اقول لكم لو عجبكم الفيديو عملوا لايك وعملوا الشير عليه ولو لسه بتزروني على قناة تعملوا اشتراك ولو معاي على صفحتي ما تنسوش تكونوا متابعيني دايما اوي باوي لاني بنزل على طول فيها بس مباشر عايز اقول اني ما كنت صابرة اول ما خرقتها من الفرن دخلت عليها كده زي ايه مش عارفة كاني كنت في صحرا جميلة اوي 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 انا بس حمرتها شوية من على الوش خلي بالكو انتو ما تبقوش تدوها لهي التحميرة الجامدة دي او زي ما يعجبكم بص الشكلها عامل ازاي هنجب مياه مغلية كلنا شوطار بنعرف نص لقو الماكارونا انزلت بزره من الملح جوه المياه وحوالي نص معلقة من الزيت وانزلت عليها بالماكارونا بتاعتي هستخدم اكس الماكارونا ده نص كيلو او ربعمائة وخمسين جرام بالزبط انا خدت حوالي ربعمائة جرام بخدتش كل الماكارونا كلها استخدمت مثل لقيت صونية تمالت حقيق كانت خلاص بتقول انا هموت تماليت تماليت هنا بقى جبت ايه جبت طاصة او اي حاجة حطيت عليها الزيت باتون حطيت عليها الجوزء من الزبدة ونزلت عليها هنا بنص كيلو من صدور الدجاج نزلت هنا بملح وفوقها بابريكا اللي هي السويد وده زعفران حلو وقوي قوي حقيقي ريحة وطعم وشكل ولون مفيش بعد كده ونزلت بالتوابل بتاعتي عبارة عن كل الفلفل الالوان اصمر احمر ابيض اخضر اللي هو الفلفل بتاعي دي التوابل اللي هشتغل عليها دي وقت يوه هزوي دي الباقي بس شوية بشوية مش عايزة حطيت كتير طبعا ضفنا معلاقة من الزبدة موضوع ده اختيار بس عايزة الدجاج يبقى جوسي لاني انا مش هتبل اي حاجة ما عنديش وقت الموضوع كله خد مني حوالي ساعة كان كله جاهز وصل كنت بعمل الدجاج على بتو جاس في الاتجاه ده والمكرونة في الاتجاه ده وهكذا بحيس ان كله يخلص مع بعض هنا بقى هشتغل على الخضر رحت جبت معاكم الماشروم الماشروم او الفتر ما بيتغسلش خالص 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 ما منوع تغسلي لازم يتمسح بفوتة زي ما انتم شايفين اي فوتة ممكن جزء منها مبلولة وهي مش نضيفة لو الفتر بتاعنا مش نضيف قوي ممكن بفوتة مبلولة تمسحيها وبعدين تنشفيه بفوتة بجزء تاني ننشف او بفوتة نشفة لهو نضيف بس لازم تمسحيه ما بيتغسلش تاني بكرر بيتمسح بس ويبهدين هقطعه شرائح رفياة بالشكل اللي انتم شايفينه كله هقطع الكيمية كلها استخدمت حوالي ربع كيلو من الماشروم على الصينية بتاعتنا هستخدم هنا فلفل الوان فلفل الوان سويت وحلو قوي قوي هستخدم حوالي زي ما انتم شايفينه كمال انا هستخدمها دي ما زودتش خالص هستخدم كمان عصير اللمون عصير اللمون حلو قوي بيدي الطعم جميل ودي من الحاجات يعني اللي بحب اضيفها هنا دفت اللي هو بصل استخدمت بصل متوسطة ده التوم مع الفلفل الوان مع اسمه الماشروم او الفتر وهنزل هنا بحوالي معلقة او نص من ايه اللي هو عصير اللمون وبعدين هنزل بملح والفلفل برضو اللي هو الالوان بتاعي اللي هو الدراي الناشف وهوادي على البتو جهاز مش يغض مني وقته خالص احنا في البداية سوينا بس الدجاج نص التسوية كده وبعدين نزلنا عليها بباقي الخضار لما ضيفنا عليها التوابل في الاول هنا عندي جنجر او الهوة اسمه ايه بالعرب يقولولي اكتبه هاوت جزء بسيط مورد تطش كده بيدي ريحة وطعم حلو جوه اي اكلة انتو بتقدمو فحبتي نضيف حاجة يعني تطش حلو كده يدي طعم وطبعا الاكل ازواء زي ما انتو عارفين هنا نزلت بمعلاقة واحدة من العسل الزتون هسيبه في الاخر مش هارده حطه في الوقت التسوية عشان مش عايزة يبقى ده بلان ومش عايزة تسويه انا عايزة يبقى ايه في الاخر كده اللي هي اللي هو التطش الاخير الريحة خطيرة 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 هنا نزلت بالزتون حوالي اربع معالق من الزتون اللي هو بتاعنا العادي اي نوع من الزتون اللي انت بتحبيه المهم يكوني بنضافه من البزور بتاعته وتنزليه جوه الخليط بتاعنا اول خلطة بتاعتنا اللي هي عبارة عن يعني دجاج مع مشروم مع فلفل الوان وطوم وبصل وجنزبيل صح رجعت اهي الحمد دول الله هنا هنعمل الصوص بتاعها صوص هايل وخفيف وسريع بدون اشتر بدون زب بدون هابي كريم او اي حاجة نزلت بالزبدة على الدقيق واديتها على البتوجاز هديت عليها شوية وابتدي تقلي فيها ده ملح وفلفل نفس النوع الفلفل اللي استخدمته لهو دراي الالوان وهنا بعد ما استخدمتها على البتوجاز اغادت لون ده بفاتح كده حلو عشان مش عايزها تعمل بونية عايزها تبقى حلو عايزة حس ان فيه طعم جميل كده ونزلت عليها بالحليب استخدمتي بس كوب من اللي هو الدقيق ممكن تزودي لو بتحب السوس كتير او كريمة كتير اللي هو الكريمة البيضة دي كتير هنا حولت تزبط الملح لاني لما عملت عليه تاسي لقيته مش الملح مش مزبوط قوي فانا كنت حبا تزبطه الناس اللي ما بتعرفش تزبط السوس ممكن تستخدمي الهاند بلندر او مضرب او اي حاجة عشان تزبطي الدنيا بدل ما تقدر تمسكي المضرب وتفضلي تلفي كده على البتوجاز بتاع عشر دقيق لحد ما توصلي للقوام الكريم اللي انتي عايزة ده القوام بالزبط اللي انا حبه لو حبه بقى تسمعي تخليه اتقل من كده براحتك هنزل بطبقة واحدة في قاعة الصينية بتاعي وهوزحها بالشكل ده هتأكد ان هي اغدت اتفرش التحت يعني في الصينية عايزة اقول وهياخد برضو طبقة من المكرونة اوزحها فوق السوس الابيض او السلسل بيضة بتاعتنا من فوق وبعدين هنزل بالخليط اللي حلو واوي وهوزح بس اتأكد ان كلها ارتفاع واحد هوزح الهي دجاج بتاعنا اي ريحة يعني كمة الاجرام والله ريحة اجرام خطيرة تأكلك تأكلك وهنزل هنا بطبقة من الجبنة همانا الجبنة هسيبت اللينك بتاعها جوه الصندوق الوصف عشان تبقى موفرة معاكي وهنزل برضو بطبقة من المكرونة بصو الصينية اتمالت اتمالت حقيقتي يعني ما كانش فيه سبيس خلاص بتقولنا انف فرقة نزلت غطيت بقى الصوس اللي كان الباقي نزلت عليه من على الفوق ونزلت بالهي هي الطبقة من الجبنة وجاستين كيس بس هغطي عليها كده ودخلها الفرن على درجة حرارة 200 يكون الفرن ابيها سخن على فكرة سبها تلت ساعة اول ما المكرونة تسيح تعمل ملتي كده اشيلي الكاب او الغطى اللي انا حطيته من عليها وسبها عشر دقايه لو انا مش مش فتحة اللي هي البطاعة للشوائلة من فوق مش فتحة سبها عشر دقايه لكن لو فتحة مش اكتر من دقيقة عشان ما تاخدش اللون الدرك اللي انا عملته ده اللون الدهب يجامل ده تبقى لون فاتح يا ه coronon beige ويجائه اللون يعني كده يعني هوا اللون العادي ده دي كانت طريقتنا بصوا معها زي عايزاقل ان البيت ريحت قلب الماكاس جاد والسلسل فيضة بتايتها جميلة زميلا مظبوطها عجباني كوام عجبانيا كل حاجه نض blue style ممكن من فوق اللي هوا بس ظيني وشها او او بازيت حمل او بازيطة من هوا انا زي انت وشها بورق البقدونس والهوى ريحان الطبخ بيدي ريحة حلوة وشكل جميل انجوي دي كانت طريقتنا اعملوها بقى ودعولي كان معاكم حبيبا تنسوش تحط لايك لو عجبكم الفيديو وطبعوني على صبحتي وعلى قناتي بحبكم